ناقش مجلس القضاء الأعلى بعدا برئاسة القاضي محسن بن طالب رئيس المجلس أوضاع المحاكمة والنيابات بمحافظة الشبوة والصعوبات والعوائق التي تعترض سير عمالها واتخذ المعالجات اللازمة بشانها وستعرض المجلس تقريرا عن نشاط الصندوق الرعاية الطبية لمنتسبية سلطة القضائية والمتضمن لمحة عن نشاط الصندوق خلال الفترة الماضية والاحتياجات المتطلبات اللازمة لاستمرار عمله وتحسين أدائه وقر المجلس تعز الصندوق بالمبالغ اللازمة وكلف وزير العدل بمتابعة التعز المالي الخاص بالعلاوات السنوية للسلطة القضائية التي أقرها في اجتماعاته السابقة كما ناقش المجلس عدد من طلبات التقاعد المقدمة من عدد من القضاء وأقر إحالتها للجهات القضائية التي يتبعونها للدراسة وإبداء الرأي